قبلوا في اللي ولو عاجدني والرؤين يعملكم القتاب اشتركوا في القناة اهلا بحضرتكم هنتوقف اليوم مع محطة مهمة في دولة التلاوة في مصر وهو فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد انور او كما يلقى بامير النغم القرآني اذا عصيته في بر مصر في ابلي وفي بحري قبل ما يتم سن العشرين ومع التحاق بالاذاعة المصرية في نهاية السبعينات اصبح صوت القارئ الشيخ الشحات محمد انور يسمع ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي وفي العالم اجمع حتى من خلال زياراته المختلفة لاغلب دول العالم واتلوته للقرآن الكريم فيها اليوم نتوقف مع فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد انور في مصر دولة التلاو كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين امتلك الشيخ الشحات محمد انور صوتا دافئا قادرا على صياغة الجمل النغمية باسلوب متميز واحترافية عالية ساعده نفسه الطويل على تطبيق كل ما درسه من نغم وفن في مجال التلاوة رحم الله امير النغم القرآني الشيخ الشحات محمد انور برحمة حضرتكم ومشاهدين الكرام برحمة فضيلة العالي الجليل الاستياز الدكتور عليكم اهلا بكم صاحبي اهلا بحضرتك اليوم نتحدث عن شخصية هامة في دولة التلاوة في مصر وفي العالم العربي في فضلة القارئ الشيخ الشحات محمد انور او امير النغم القرآني بداية في الدكتور كيف ترى مفاتيح شخصية الشيخ انور رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه نتكلم اذا عن نقطة مضيئة في قراء مصر نعم الشيخ الشحات محمد انور مثال نموذجي لما اريد ان ارسل به رسالة الى العالمين كيف ان ارض مصر واللادخ وانها لا تحتاج الى كثير الادوات وان العبقرية كأنها كامنة في جينات هذا الشعب الكريم رسالة اراها بعيني كلما تبحرنا وكلما تكلمنا عن قارئ من بدايتهم الى نهايتهم لكن الشحات محمد انور يعني كأنه يضرب المثل الاعلى في هذا التوجه ومفتاح الشخصية هو هذا الذي ارتضيناه من اجل ان نصفه به كما وصفه به الناس امير النغم وحضرتك احسنت عندما اضفت تقييدا لهذا النغم القرآني وهو في الحقيقة هو امير النغم القرآني وغير القرآني بمعنى بمعنى انه قد درس النغم دراسة مستفيدة واستطاع ان يتعمق فيه تعمقا اذهل المتخصصين في هذا الشعب النغمات الموسيقية يعني النغمات الموسيقية في حد ذاتها يعني علم الموسيقى في حد ذاتها فالشحات اتولد 1950 وانتقل الى رحمة الله تعالى 2008 برضو صغير الله ارحم عنده 58 سنة وهو صغير متبه فنشأ في كنف خاله خاله ده كان اسمه حلمي محمد مصطفى حلمي محمد مصطفى رضي الله تعالى عنه تولى العيلة اخته ولدها الرجل مات لما واحد بيتولى العيلة تانية مهما كان بتبقى الامور ضياءة و كذلك في القرية المصرية بتبقى الامور اضيق فلك ان تتصور هذه الحالة التي نشأ فيها الشحات محمد أم كالسواد الاعظم من المصريين فشأن السواد الأعظم طبعا ولكن في النهاية يلف العالم و يؤدي هذا الأداء الرائع سبحان الله وبهذا الصوت وبهذا الحب للقرآن الكريم يحفظ القرآن الكريم وبعد ما يحفظه خلي بالك كانت الطريعة بتاعتهم زي ما قلنا يحفظ القرآن الكريم وبعد ما يحفظ القرآن الكريم يرجعوا كانوا يحفظ القرآن الكريم في حدود سنتين فلو راح الكتابه و عنده 8 سنين يبقى قدامنا دلوقتي يبقى عندنا عشر سنين خالوا حلمي حفظ القرآن يبقى شوف مش قارئ ولا حاجة راجل قروي عادي ولكن كل ما يروح الغيط ولا يروح في مشوار كده يقتلوا القرآن كانوا بيقتلوها زي ما الشيخ الغزالي كان يحكي عن نفسه بجوار الترع وهو ماشي على القرآن وهو ماشي مفيش مواصلات مفيش كهرباء و مفيش مش عارف ايه بس هو عايز يروح المعهد او يروح السوق او يروح البلد فيمشيها عايشوا مع القرآن و عايشوا مع الطبيعة نعم نعم القرآن و مع الطبيعة كتاب الله المسطور و كتاب الله المنظور صحيح فماشي كده فقال له تعالى يا ودي يا شحاتي تعالى راجع معايا يا ودي قال له حاضر يا خال و راح الشحات يراجع راجعوا اكتر من عشرين تلاثين مره يراجع القرآن مع سيدنا الشيخ حالمي نعم كان واحد كان اسمه سيدنا الشيخ علي الفرارجي الفرارجي لان هو ممكن يكون ابوه ولا هو ولا كده يبيعه فرارجي اللي هو يبيعه دجاج يعني و ده برضو كانت مزية من مزايا المصريين انه يعمل يأكل من عمل يديه و اللي يأكل من عمل يديه ده من اهل الجنة و اخذ بالك و في الحديث فيه الحتة دي كتير من الحديث التي تحث على الأكل من عمل يديه عندنا طريقة خليس معها الطريقة الرفاعية اول بند فيها ان تأكلها من عمل يدك يعني مش قبلك عندي الا لما تأكل من عمل يدك المهم الحاصل انه راح ده علي الفرارجي علشان ايه بقى التجويد احكام التجويد يبقى اذا فيه فرق بين الحفظ وبين التثبيت وبين التجويد جوده حلو قوي وتمام التمام وبقى صوته حلو فلما صوته حلو نزل القاهرة اقتدى يقرى في المات انتشر سيته قالوا ليه قد انت لازم تروح الازاعة فضل الدكتور استأذن حضرتك نرجع بعد الفاصل نعرف لما راح بقى الازاعة وقدم يا ترى لجنة الاعتماد قالت له ايه ارجو من حضرتك وارجو من حضرتكم تخليكم معينا بعد الفاصل ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الشيخ الشحات محمد انور لم يترك مقاما إلا وذهب وأبدع فيه وأتحفل الكل بجمل نغمية جميلة الشيخ الشحات زكي جدا أخذ من كل بستان زهرة لم يتوقف عند قارئ معين أو عند مدرسة معينة لاحظ أن الجمهور يعشق الجوابات الطويلة وكان عنده الإمكانية هذه فنفسه ما شاء الله كان طويلا جدا يتيح له أن يقول سطر وسطرين في نفس واحد والانتقالات النغمية لا يمل المستمع من سماع هذا النغم صوته من نوع البريتون تاني يعني عنده إمكانيات يقول الجواب بتمكن وبثقة وينزل إلى القرار صوت مليء بالفن والخشوع في آن واحد وهذا شيء نادر لم يقل جملة نغمية إلا وأبدع فيها وترك بصمه آثر لكل دول العالم التي ذهبت إليها أجد أن هناك مدرسة للشيخ الشحات محمد أنور ومقلدون كثيرون يقلدون الشيخ الشحات محمد أنور لم أختار مقام معين فكل المقامات التي استخدمها أبدع فيها وكل المناطق الصوتية التي عامل بها أبدع فيها وقرأ بتمكن الشيخ الشحات تشعر أنه كان يقرأ وهو مستمتع متعايش وبهذا بكل بساطة يصل إلى قلب من يسمعه الشيخ الشحات محمد أنور ناظر المدرسة الحديثة على بعد دقائق معدودة من محطة قطار كفر الوزير بمحافظة البقهلية كان يعيش الشيخ الشحات محمد أنور حيث وجوه الطيبين التي يغلب عليها الرضا والقناعة وتلك الحياة الهادئة والطبيعة الخلابة التي أنجبت لنا واحداً من رواد مصر دولة التلعوة ومن مسجد الشيخ الشحات أنور بقرية كفر الوزير الذي يعتبر من أهم معالم القرية إلى مساجد الدول العربية والغربية حيث كان صوت الشيخ الجليل هو الصوت المفضل لدى الملايين من المحبين والعشاق خارج الأراضي المصرية ليقضي شيخنا الجليل سنوات عمره سفيراً لخدمة جتاب الله وسنة رسوله مرحباً بحضراتكم مرة أخرى مشاهدين الكرام لسه حلقتنا متواصلة وحدتنا مع فضلة الدكتور علي جمع متواصل مع أمير النغم القرآني فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور الدكتور مرحباً بحضرك مرة تانية أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرة صاحب الفضيلة توقفنا عند ذهاب الشيخ الشحات محمد أنور للإزاعة عشان الاختبار وطبعاً كان قبله هو دون سن العشرين كان بر مصر كله محدش كان يعني إيه ما يعرفش الشيخ الشحات محمد أنور وكان زي عصايد في بحره وفي إبلي لما راح الإزاعة سنة 76 حصلت مفارقة ممكن نعرفها من حضرتك أساسها بقى نرجع وراء شوية وبعدين ندخل فيها على طول الشحات بدأ في الليالي وكذا إلى آخر في الانتشار اللي احنا قلنا عليه ده هو من سن 15 سنة وكان هناك بقى اتنين كبار قوي كان حمد الزامل حمد الزامل حمد الزامل وكان جودة أبو السعود الاتنين دول كانوا مكسرين الدنيا ده بحري وواخدين كل البتاعة بعدين راح ظاهر لهم الشاب الصغير اللي هو ده هو فمرة كان في قرية فيها ميتامين في نفس ذات الوقت ناس منهم راحوا داعيين الشحات وناس منهم دعوا حمد الزامل فمن أدبه خلي حمد الزامل لما يسكت هو يقرأ في الميتام التاني علشان ما يشويشوش على بعض احتراما للقرآن واحتراما للأقدمية بتاع حمد الزامل وكذا فشاع صيطه في البلاد والعباد والأدب الراقي بتاعه كذا وقالوا له لازم تروح الإزاعة راح الإزاعة اللجنة بتاعت الإزاعة مش بتهتم بالحفظ بس دي بتهتم بالحفظ وبالأداء وبالأحكام وبالنغم حتة هنا مهمة لأنه فيه من أعضاء اللجنة دي واحد في النغم وكان فيها الشيخ محمد الغزالي اللجنة محمد الغزالي فهي قالوله هم ما رفضوهوش وعلى فكرة اللجنة لما بتتؤجل ما يبقاش ده رفض بيبقى ملاحظة لي لي وملاحظة لي بس هي رجع تاني أكيد وبيدوروا وقت يضربوا له وقتا يقولوا تعالى كمان ست شهور تعالى كمان سنة تعالى كمان 18 شهر وهكذا بخبرتهم وأستاذيتهم عارفين أنه الحتة دي تعلمها في الوقت ده فهم نصحوه بأنه محتاج إلى تلون نغمي أما الصوت نمر واحد الحفظ نمر واحد الأداء نمر واحد التأثير نمر واحد وما هو شع في البلد كلها ليه طبعا لأن الناس حبته طيب لما تيجي بقى تدخل في اللجنة بتاعة الإزاعة انتعرف الإزاعة دي معناها ايه أن هذا معتمد في القرآن يعني هو قرآن يمشي على الأرض ولأنهم حريصين قوي على قدسة القرآن أم عطوله الملاحظة به فرح درس النغم وظبطه تماما درسه في سنتين وأصبح أستاذا في النغم حتى أسميناه أمير النغم سبحان الله ما كان يعني من نوجة نظر لجنة يفتقدوا سنت 76 أصبح متمكن فيه إلى هذه الدرجة إلى 78 رحلوهم بقى وهو أستاذ كبير في قضية النغم طب وإيه المشهد بتاعنا هنا أنه طاوع ما تكبرش ما قالش الله دول ناس يظهر مش فاهمين حاجة ده نمكسر الدنيا ده نمكسر الدنيا لا ما تكبرش راح يتعلم أنه استطاع مع هذا التعلم والهمة أنه يحصل مش أنه هو يروح وهو متدايق أو وهو متكبر أو وهو كذا إلى آخره إذن أنا أمام شخص جاد أنا أمام شخص صاحب همة أنا أمام شخص دايم في العمل بتاعه طب طب فده اللي خلانا نطلق عليه أمير النغم أمير النغم طب هو الأمير ده صفته إيه أنه غني أي وهو فعلا غني في النغم هو معه غني إنما الأمير ومن يعطي كان الشيخ الدردير زمان يقول للمباليك كده أنتوا بتاخدوا بالدهس إنما الأمير هو من يعطي فالأمير ده يعطي لأنه هو أمير طب طب فيبأ إذن هو بيعطينا حاجة من النغم إذن فالراجل ده رحمه الله تعالى أمين يعني كان مثالا يعتزى وكان أميرا للنغم وكان من علامات المبهرة في قراء مصر هل صحيح أنه كون مع فضيلة العلامة الشيخ الراحل الشيخ الشعراوي هل كونه زي سنائي في شرح القرآن وفي تلاوة القرآن الكريم فعلا في البلد ده قدوس حصل إنه هو كان الشيخ الشحات يقرأ وكان الشيخ الشعراوي أم يفسر ما قرأه بس ده ما ده مش كتير صدفة إن ده حصل يمكن حصل فعلا وكان الشيخ الشعراوي معجب برضو بأدائه وصوتي ونغمه وكذا إلى خيره لأن خلي بالك إن الشيخ الشعراوي ده قديم يعني ده أدرك الشيخ درويش الحريري وأدرك الناس اللي هو برضو فهو يعرف في النغم قويس برضو وسميع يعني الله يرحب الجميع فلكن الشيخ الشحات فعلا عمل السنائي هذا فدي معلومة فعلية وواقعية والحمد لله يعني أصبح الآن طراث الشيخ الشحات محمد أنور بيملأ الدنيا يعني بعد حتى تسجيلاته وزياراته في كل دول العالم في قرات العالم كل تسجيلاته الحمد لا موجودة ومحفوظة وبتزيع وتسمع حتى الآن يعني يعني هو لف الدنيا صحيح لف الدنيا صحيح ولف الدنيا على فكرة مرتين يعني زهب يعني ليس هناك بلد دخلها مرة واحدة للدرجات يتعلق الناس وحب بالناس بي نعم 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 فرحمه الله ورحمة النساء واجزاه بما قدم للقرآن من خير والحقنا به على الإيمان وكمال الإسلام يا رب اللهم أمين وتشكر جدا لحضرتك صاحب الفضيل أصد دكتور عليكم أهلا وسهلا شكرا لحضرتك شكرا لكم شكرا موصول لحضرتكم المشاهدين الكرام إلى اللقاء الله نور السماوات والأرض ومثل نوره كمشكات في ذا مصباح أصدقني المصباح في زجاجة أصدقني الزجاجة كأنها كوكب ذري سورة النور الذي ذكر الله فيها الله نور السماوات والأرض لها فضل عظيم وكانت السيدة عائشة فيما رواه أبو داود تقول جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وهي موجودة في صورة النور نزلت تلك البراءة من عند الله سبحانه وتعالى تنعي على من أحدث الإفكة فكانت صورة عظيمة يأمر الناس أن نعلمها أبناءنا وكل إنسان أنزمناه طائرًا في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا من يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ترجمة نانسي قنقر